ماشاء الله عمرو مبكر السؤالي دكتور بعد أن أخذت الدكتوراه أين اتجهت؟ كان الاتجاه الأساسي بعد الدكتوراه يعني بعد بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله كان الاتجاه الأساسي للدعوة يعني المساجد تدريس المساجد والتصنيف تعليفه تعليفه وكلام أنت تفرغت لهذا المنهج العلمي لا تريد أن ترتبط مثلا بعمل وظيفي أو شيء بالوظيفي لا كان كل الأعمال كل بذلك الصورة حتى كان مؤثر على حياتي الشخصية يعني أنا تزوجت على عمرو 32 سنة تقريبا تقريبا يعني وكان سبب هذا الأمر كان سبب في طلاق الزوجة الأولية وتزوجت بعدها زوجة تانية بعد فترة كبيرة جوزت 23 سنة زوجت زوجة تانية وجلست الفترة دي كلها هكذا فكان المقصد أن النحية التعليمية أو النحية الدراسية هي عندي الأساس التفرر التفرر تامي العلمي مع كسرة الأسفار كان سبب مثلا الطلاق القديم كسرة السفر يعني أي مكان أدعى في أروح لا أقول لا يعني لأي كان كان لدرجة أن فيه مرة من المرات دعيت لي محاضرة في أحد الكنائس المصرية ولبيت وروحت وحضرت يعني وش كان عنو هذه المحاضرة دي هذا مسيحنا كان كان رجل اللي قدم لي كان بيتكلم عن مسيح عندهم فقلت بقى أنا أتكلم عن هذا مسيحنا من خلال سورة العمران فيعني المقصد أي مكان كنت أدعى في أروح وسفرت بلدان كتير جداً وكان كسرة السفر دي هي السبب كان في الإنفصال الأول لكن أكرمت بالتفرغ للكتابة كان عندي يعني عدد لا أسئل يا صلى الله عليه وسلم يرضى عنا به يعني من التأريف بدأت الدراسة العمل النظامي بمعهد علوم القرآن الحديث هذا معهد كان ثلاث سنوات أنشأه شيخنا الوارد الشيخ محمد جيميل أحمد غازي اللي هو كان عرف في مسجد العيز بالله أنت عميد هذا المعهد كان عميد هذا المعهد عميد هذا المعهد تقريباً حوالي 12 سنة 12 عام بالضبط في هذا المعهد تقريباً قمت كان سنة الدراسية الأولى كان لها في النحية التدريسية المداخل العلوم الشرعية وكانت ليس لها يعني كتاب مخصص وكانت الفكرة أن الدراسة كان الشيخ كان يدي بداية مفتاح أو باب للعلوم الشرعية كلها وقات مننا فكرة تصنيف كتاب لها اسمه سلسلة المداخل العلوم الشرعية تم مجلدات كان يدرس في هذا العام وبدأنا في البداية بهذا المعهد وضفنا ليس سنة 4 كانت ثلاث سنين دفنا ليس سنة 4 عشان يواكب دراسة إسلامية بكريوس أو لسانس هي تعادل المرحلة الجامعية مرحلة الجامعية يأخذ كل منه الجامعة تماماً يدخل الطالب بعد اجتياز المرحلة الثانوية مثل الضبط كده وهي شرعية دراسة شرعية دراسة شرعية كلها ألف لها نفس المناهج التي تدرس في كولية الدراسات الإسلامية ترجمة نانسي قنقر